الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول رحمه الله والله يغضب ويرضى لاك أحد من الوراء الغضب والرضى صفتان فعليتان ثابتتان لله عز وجل وتكلمنا عن صفة الغضب وأدلة ثبوتها وأما صفة الرضى فالرضى صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة أما الكتاب فقول الله يجل في علاه رضي الله عنه ورضوا عنه وقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأما السنة فقد جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وهذا ما عليه الكتاب والسنة وجرى عليه سلف الأمة والرضى هو القبول والمحبة والإثابة كل هذه من ثمار الرضى وقد خالف في إثبات صفة الغضب والرضى أهل الكلام فأولوا صفة الغضب والرضى بلازمها فذهب المعتزلة فذهب الشاعر إلى أن الرضى هو إرادة الثواب وهو مذهب الكلابية والماتوردية ففسروا الغضب والرضى بإرادة الثواب والعقاب وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون صفة الرضى ففسروا الرضى والغضب بالثواب نفسه والعقاب نفسه وهذا فرار مما ظنوه تمثيلاً وتشبيها لله عز وجل بخلقه والمطالع للنصوص يعلم أن الله تعالى أثبت لنفسه صفاتاً وإثبات ذلك على وجه يليق به كما دلت عليه النصوص لا على ما يكون للمخلوق فإن الله ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده وأكد المصنف هذا المعنى حيث قال لا كأحد من الوراء لبيان أن هذه الصفة التي تثبت الله عز وجل ونظائر هذه الصفة تثبت له على وجه لا يماثله فيها أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وبحمده وقد تقدمت أدلة نفي التمثيل عن صفات الرب الكريم جل وعلا في مواضع عديدة إنما هنا أراد أن يرد على المؤولين فقال لا كأحد من الوراء وإلا هذا لا يخص هاتين الصفتين بل هو في كل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وأخبر به رسوله نثبت ذلك كله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وقوله رحمه الله والله يغضب ويرضى أصل في إثبات ما يتعلق بصفات الفعل ما ذكر المؤلف رحمه الله من ذلك شيئا كثيرا لكن يكفي في هذا أن يثبت بعض ذلك لما تقتضيه الحاجة وإلا فإثباته لهذا يدل على أن أهل السنة والجماعة يثبتون كل الصفات الفعلية فلله صفات ذات لا ينفك عنها وهو متصف بها وله صفات فعل تتعلق باختياره ومشيئته وإرادته سبحانه وبحمده بعد ذلك انتقى المسنف رحمه الله إلى ما يتعلق بحقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ونثبت الخلافة بعد رسول قوله رحمه الله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان عقد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب له فقوله ونحب أصحاب رسول الله أي إن أهل السنة والجماعة يحبنا المهاجرين والأنصار وسائر من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من من لقيه ومات على ذلك فالصحبة تثبت لكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو ساعة من نهار قال الإمام أحمد رحمه الله كل من صحبه سنة أو شهرا أو ساعة فهو من أصحابه إذن الصحبة تثبت لكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم طالت مدة صحبته أو قصرت فطول المدة وقصرها لا أثر له في ثبوت أصل شرف الصحبة ووجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت من أدلة كثيرة فإن محبتهم من الإيمان إذ إن حق أهل الإيمان أن يحب بعضهم بعضا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوثق المؤمنين إيمانا وأعظمهم يقينا فحقهم من الولاية يزيد على غيرهم قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض معنى هذا أن حق الصحابة في الولاية أعلى ما يكون ممن يوالى من أهل الإيمان ومن موجبات محبة الصحابة رضي الله عنهم أن الله جعل لمن جاء بعد المهاجرين والأنصار نصيبا من الفيء شريطة أن يكون سليم الصدر عليهم يدعو لهم بخير كما قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولوا ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سفقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا قال الإيمان مالك رحمه الله من كان يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه غل عليهم فليس له حق في فيء المسلمين لأن الله إنما جعل ذلك لمن سلم صدره على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن أدلة وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن حبهم ثمرة حب النبي صلى الله عليه وسلم وأن بغضهم من بغض النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه وهذا يدل على وجوب محبتهم وتحريم بغضهم وأذيتهم ومن أدلة وجوب محبة الصحابة رضي الله عنهم أن الله جعل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حبهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار والأنصار فئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة إما مهاجرون وإما أنصار هذا في أول الأمر قبل الفتح إما مهاجرون وإما أنصار قوله آية الإيمان حب الأنصار يدل على أن من الإيمان حب المهاجرين أيضا لأن المهاجرين أعلى منزلة من الأنصار فإذا كان حب الأدنى دليل الإيمان فحب الأعلى من باب أولى ودليل أن المهاجرين أعلى منزلة أن الله عز وجل قدمهم في الذكر في مواضع ذكر المهاجرين والأنصار يقول الله تعالى والسافقون الأولون من المهاجرين والأنصار وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وعبي هريرة لولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار لولا الهجرة يعني لولا فضلتها ومنزلتها كنتم رأى من الأنصار من أدلة حب الصحابة رضي الله عنهم أن الله اصطفاهم وجعلهم أنصار رسوله وأصفياء خاتم رسله يقول ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لنفسه فبعثه ثم نظر في قلوب الخلق بعد ذلك فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه ومن أدلة محبتهم أنهم خير الناس خير الناس يقارني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومن أدلة محبتهم ثناء الله عليهم في كتابه ورضاه عنهم ومن أدلة محبتهم أن الله حملت هذه الشريعة ونقلتها فمن طريقهم نقلت الشريعة ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكنهم فيها بدور وأنجموا فهم جاهدوا في الله حق جهاده وأقاموا الشريعة على طاقتهم وجهدهم وقد قال الناظم رحمه الله السفارين فليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة فإنهم قد شاهدوا المختارة وعاينوا الأسرار والأنوار وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأدياناء وهذا يدل على ما كان عليه رحمه الله من المزايا فهم شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار في نزول الوحي والقرآن وجاهدوا في الله حتى بان أي ظهر فأظهر الله بهم الدين حتى بان دين الهدى وقد سمى الأدياناء أي على عليها وظهر فحققوا ما وعد الله به رسوله في قوله هو الذي أرسى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره وعلى الدين كله المقصود أن موجبات محبة الصحابة كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المحبة سببها الصحبة ولذلك كل من كان في الصحبة متحققا كان نصيبه من المحبة أكبر ودليل ذلك أن الله ما يزمين الصحابة فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنة فالجميع موعود بالحسنة لكنهم درجات ومراتب ومما يدل على تفاوتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي بكر هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فدل ذلك على اختصاصه بهذا الوصف أكثر من غيره فكلما كان وصفه محققا في شخص كان نصيبه أعلى ومنهما في الصحيحين من حد أبي سعيد في الوقع التي جرت بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف حيث نال خالد من عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه وذلك لعظيم فضل الصحبة التي سبقوا بها الناس وقوله رحمه الله نحب أصحاب رسول الله رد على جميع المنحرفين الضالين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف من درجاتهم من إفراط وتفريط وغلو وجفاء ثم قال المصنف رحمه الله ولا نفرط في حب أحد منهم نحن نسير في هذا الحب على ما يرضي الله عز وجل لا نفرط أي لا نزيد ولا نتجاوز الحد ولا نغلو في محبة أحد منهم فإن الغلو هلاك كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين والإفراط في حب أحد من الصحابة يفضي إلى فساد عريض كما هو واقع في الطواف الغالية في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبا وبغضا ثم قال ولا نتبرأ من أحد منهم يعني كما أننا لا نغلو كما يفعل الرافضة والشيعة وأشباههم لا نتبرأ من أحد منهم كما تفعل الرافضة في أبي بكر وعمر وكما يفعل الخوارج في كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في علي وعثمان وزبير وطلحة وجماعات من الصحابة رضي الله عنهم تبرأوا منهم وأبغضوهم فقال ولا تبرأ من أحد منهم أي لا نتباعد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نجف أحدا منهم فحقهم الحب والولاء وقول ونبغض من يبغضهم أي نكره من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكرههم ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم الود والحب فمن أبغضهم فقد خرج عن حدود الشريعة كما جاء في الحديث المتقدم حديث عبد الله بن مغفل فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أبغضهم فببغضي أي بسبب بغضي وكراهيتي أبغضهم وكل من أبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه خارج عن سنة من أثنى الله عليهم في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان وما يدل على وجوب بغض من يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وصف المبغضين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر قال تعالى محمد رسول الله والذين مع أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركع سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك أي هذا المتقدم مثلهم في التوراة هذه صفتهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزروا فاستغلوا فاستغلوا على سوقه يعجب الزراعة قال ليغيظ بهم الكفار فوصف الله تعالى المتغيظين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كفار قال رحمه الله ولا بغير الحق نذكرهم ونذكرهم إلا بخير أي أن من طريق أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يذكروا إلا بما كانوا عليه من هدى بما كانوا عليه من دين حق بما كانوا عليه من استقامة كما وصفهم الله تعالى وبينا مناقبهم ولا نذكرهم إلا بخير إذن هم من حقهم ألا يذكروا إلا بخير قولا بغير الحق نذكرهم يعني لا نذكرهم بغير ما جاءت به الأخبار عنهم والحق هو ما طابق الواقع فنذكرهم بما طابق الواقع في الكتاب والسنة من أوصافهم دون غلو ودون جفاء وننذكرهم إلا بخير أي من حق الصحابة أن تذكر فضائلهم فإذا ذكروا يذكرون بالخير الذي يعرفوا به تذكر فضائلهم وتشهر محاسنهم وما كانوا عليه من تقوى وإيمان واستقامة وجهاد ويمتنع المؤمن عن ما عدى ذلك فالواجب على المؤمن أن يحفظ لسانهم من الكلام فيما شجر بينهم فلا يذكر ذلك لأن هذا ليس ذكرا لهم بخير فإنهم إما معذورون في مثبت وإما مجتهدون متأولون والكلام فيما وقع بينهم يفضي إلى فساد عريض وإغار الصدور على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغالب ما ينقل من الآثار المروية في مساوئهم كذب أو زيد فيه ونقص أو غير عن وجهه كما ذكر ذلك الشيخ السابب من تيمية رحمه الله لهذا كان طريقها للسنة والجماعة سلامة ألسنتهم وقلوبهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يخوضوا فيما شجر بينهم ولا يتكلموا فيما وقع بينهم من خلاف رضي الله عنهم وأرضاهم ونرى حبهم إيماء دينا وإيمانا وإحسانا أي إن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الدين ومن الإيمان ومن الإحسان فهو دين يدان الله به يتقرب إلى الله تعالى بحبهم فذا كأن حب المؤمنين موجب لدخول الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا فالتحاب بين أهل الإيمان هو من موجبات دخول الجنة وتحقق وصف الإيمان الذي به يدخلون الجنة وقوله إيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار آية الإيمان حب الأنصار وإحسان أي أنه إحسان من المحب لنفسه وإحسان في العمل ومجازات على إحسان الصحابة رضي الله عنهم فإن محبة الصحابة رضي الله عنهم إحسان يقابل به إحسانهم فقد أحسنوا إلينا بنقل الشريعة وبيانها وحفظها فحفظوا لنا سنة المختار ونصر دين رب العالمين فكان حقهم أن يحبوا رضي الله عنهم ما يقابل هذا البغض ما حكم بغضهم قال وبغضهم كفر ونفاق وطغيان بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفر كما قال تعالى ليغيظ بهم الكفار ووصفه بالكفر لأن من أبغضهم معتقدا كفرهم أو معتقدا ردتهم فإنه بذلك يكون كافرا ويكون الكفر هنا كفر أكبر والوقيع في من تواترت النصص بفضله هذا كفر هو خارج عن محل النزاع إذن من دون ذلك من الصحابة قيل إنه كفر وقيل إنه ليس بكفر وقيل إنه لا يكفر إلا إذا كان مستحلا وهو الأول أخوة والصواب أنه ليس بكفر لكنه جرم عظيم ومن كبائل الإثار أما وصف بغض أصحاب النبي بأنه شقاق فلأنه خروج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه سلف الأمة والله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الممين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا وأما وصفه بالنفاق فلقول النبي صلى الله عليه وسلم آية النفاق بغض الأنصار آية النفاق بغض الأنصار بعد ذلك قال مصنف رحمه الله وتثبت الخلافة ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأمة المهتدون يقول مصنف رحمه الله التي قال فيها عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد والتي قال فيها صلى الله عليه وسلم الخلافة تكون نبوة ثم تكون خلافة على منهاج النبوة والتي قال فيها صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة ثلاثون سنة كل هذه الأحاديث التي فيها ذكر الخلافة هي في الأربعة رضي الله عنهم في الخلافة الراشدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة من أصحاب النبي الكرام هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقول المصنف رحمه الله نثبت الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أولا لأبي بكر الصديق أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر التيم القرشي وهو أول من أسلم من الرجال شهد المشاهد كلها رضي الله عنه وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة وهو من خاصة في الهجرة وهو من خاصة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وقبلها وهو خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبتت له الخلافة بإجماع المسلمين وقد أجمعت الأمة على فضله وتقدمه وأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أول الخلفاء الراشدين توفي رضي الله عنه في جماد الأولى عام ثلاثة عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه الله بأن دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم كانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وقد اختلف العلماء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه هل كانت بعهد من النبي صلى الله عليه وسلم أم كانت باجتهاد من الصحابة للعلماء في ذلك قولان والأقرب والله أعلم أنها كانت بما يشبه النص لم تكن نصاً لكن كانت بما يشبه النص يدل لذلك ما في الصحيحين من حديث القسم محمد عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أعهد أي أخلف وأكتب له عهداً بالولاية بعدي أن يقول قائل أو أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون ومن الإشارة إلى خلافته قوله صلى الله عليه وسلم في مراوح حذيفة من حديث أحمد والترمذي اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر والإشارات في هذا كثيرة ومن علل ذلك أي أن أبا بكر الآن مقدم قول مصنف تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة أي إن أولية أبي بكر رضي الله عنه في الخلافة هي لأجل ما فضله الله به وما له من السبق الذي تقدم به على غيره والفضائل التي خص بها فأبو بكر له من المزايا والخصائص ما ليس لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعظمهم فضلاً وأكبرهم منزلة هو الذي أثبت الله صحبته في القرآن حيث قال إلا تنصره فقد نصره الله إذا أخرجوا الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقولوا لصاحبه لا تحزن والإجمع منعقد على أن المراد بصاحبه أبو بكر رضي الله عنه وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم فهل أنتم تاركوا لصاحبي في حديثة الدردة فيما وقع بين أبي بكر وعمر من خلاف وقد شهد له النبي بالصحبة وعظيم البذل فيها ففي الصحيح من حديثة أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله أبا بكر وبعد ذلك قال ثم لي عمر بن الخطاب أي إن أهل السنة والجماعة يثبتون الخلافة بعد أبي بكر العمر فيعتقدون أن الخليفة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب وعمر هو الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي أسلم في السنة السادسة من الهجرة عز الله به الدين شهد المشاهد كلها ثاني الخلافاء الراشدين المسدد الملهم الموفق أول من لقب بأمير المؤمنين وهو مضرب المثل في العدل رضي الله عنه كانت خلافته بعهد من أبي بكر وقبول من أهل الإسلام قتل رضي الله عنه ويصل الفجر سنة ثلاثة وعشرين من الهجرة النبوية ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خلافته عشر سنين كانت خلافته خلافته عشر سنين وستة أشهر نكمل إن شاء الله الدرس القادم الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم أعلم أعلم